كبيداتي جبت لكم وصفة جيد جيد رائعة وصفة غادي تلوي لك شعر تغطي لك الشايب غادي تقوي الشعر طول شعر يعني وصفة عندها بزاف بزاف ديال المزايا طريقة سهلة تبعوا معايا الفيديو من اللوي حتى الاخر وما تفلتوا حتى شي اه شي تشي تفصيل البنات هاد الوصفة هادي كتعطي لون خرافي خاطير لن تخرج لك الشعر أورنج نهائيا ستعطي لون اللون اللي كتحلمي بيه اللون البني الرائع لبنات كي لا نطور عليكم بزاف في الهادرة سنبدأ في المكونات بطبيعة الحال اول مكونات عندي هنا هي الكاركادي الكاركادي هاكو بذاتي موجود عند العطار يعني اي عطار تلقي عنده الكاركادي لا بالنسبة لاخوات لي في الخليج ولا بالنسبة لاخوات في المغرب يعني الى الكل كي يعرف الكاركادي غادي نحتاجوا منه تقريبا هكو حفينا صغيرة غادي نحتاجوا حفينا صغيرة وغادي نديروها في الكاسرول دينا بطبيعة الحال وغادي نضيفو مكونات اخر لي هو جد رائع كي تبك لنا اللون وكي يغطي لنا الشي بطبيعة الحال هاد المكونات هذا لي هو الشاي الاخضر انا هنا قادي نستعمل معكم اكياس ليبتون او خنيشات ليبتون نتوما اللي متوفر عندكم الشاي الاخضر الاسود اللي متوفر وبالنسبة لاخواتي في المغرب تقدروا تستعملوا غير اتي لكي الطيب وبي في الدار يعني ثلاثات المعالق ديال اتي انا هنا قدرت اربعة الخنيشات ديال الشاي ليبتون اربع اكياس شاي ليبتون في هاد الوصفة هادي بالنسبة لهذا الوصفة البنات الى تبعتوها وشفتوا الطريقة ديالي بالكامل وعرفتوا جميع ذاك شي اللي غادي نحضر معكم را الوصفة غادي تنجح معاكم بطبيعة الحال دائما البنات ما فيها بس كملوا الفيديو الفيديو في 8 دقيق ولا هذا ولا 9 دقيق كملوه باش هكا تاخدوا جميع النصائح باش تنجح معاكم هاد الوصفة هادي انا متأكدي الى تبعتو الوصفة ديالي من الوحدة الاخر ودرتوها بالطريقة اللي اعطيتكم را غادي ترجعوا عندي وغادي تشكروني اكيد على الوصفة في حال الوصفات السابقة لبنات شوفوا انا ضيجة حطيت لكم وصفة ديال صباغة الشاع اه دخلو شوفوها هادي نحطها لكم هنا ولف صندوق الوصف وغادي تنجح معاكم ان شاء الله وشوفوا التعاليق ديال البنات اللي جاربوا الوصفة هنا يا ضفت زوج ديال كسان ديال الماء طبيعة الحال وهنا يا غادي نضيفوا قشور الرمان او قشور الرمان انا هنا ما عنديش قشور رمان اه عاديين اه عندي مطحونين غادي نستعمل هاد المطحون انتوما يلا عندكم قشور رمان ويبسوهم وعندكم في الدار تقدروت ضيفهم لان قشور رمان كتحيد لنا القشرة كتقوي لنا الشعر كتحفز لنا البصيلات ديال شاع يعني عندو بزاف ديال الفوائد هنا اخديت ملعقة ديال قشور الرمان غادي نخلط هاد المكونات هادو صافي وغادي نديرهم على نار نحط هاد الكاسرول هادا على نار مهيلة غادي نخليه على نار مهيلة اه من اللي يوصل مرحلة الغلايان كنحسبو عشرين دقيقة اه من بعد مرحلة الغلايان صافي وكنخليه حتى كي يبرد وهو من بعد ما برد لي الخالي ديالي غادي نصفيه في مصفات وغادي نحطو جانب جانبا على ما نحضر باقي المكونات يعني غادي نحضروا النواشف ديالنا هادا هو انا درت هنا اه 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 هاد في هاد الكاس هادا وغادي نحضر اه نواشف ديالي بطبيعة الحال هنا غادي نستعملوا الحنة الحنة ضرورية البنات الحنة راها عندها فوائد كبيرة وعظيمة على الشعر البنات كتقوي شعر كتطولو كترطبو يعني بزاف ديال راها غالطي الناس لي كيقولوا الحنة كتنشف شعر الحنة عمرها ما كتنشف شعر البنات ديروها بطريقة لي غادي نوريكم وما عمرها غا تنشف لكم شعر ديالكم هنا يا خديد تقريبا ملعقتين من الحنة طبيعة الحال هاد الوصفة هادي غادي نديرو المكونات على حسب طول الشعر غادي نضيفو العفصة او العفص العفصة غادي نضيفو زوج المعالق يعني نفس الكميات اللي حنة غادي نضيفوهم عفصة بالنسبة العفصة را موجودة عند العطار يجبتوها حب را غا صعيبة عليكم تطحنوه اخسكم ضروري تحمروها مزيانة تولي كحلة ومن بعدها تطحنوها انا هنا كنشريها مطحونة العفص بالنسبة الاخوات في الخليج اسمها العفص موجودة عند العطار اه اه تاخذينها مطحونة احسن انا اخذتها مطحونة ما في يلي صدع مخي معاها سافي اخذت زوج المعالق ديال العفص او العفصة وغادي نضيف قشر الرومان قشر الرومان رائع لبنات اللي عندها القشرة كتتخلص منا نهائيا كيصحح لنا ديك الفروة ديالراس ديالنا كيصحح لنا الشعر ديالنا يعني زوين بزاف غادي ناخد تقريبا اه ملعقة ملعقة كبيرة ديال اه قشر الرومان مطحون لطبيعة الحال ونحاول انخلط هاد المكونات هادو جيدا غادي نخلطوا هاد المكونات النواشيف غادي نخلطوهم جيدا بالنسبة غا نقول لكم طريقة كيفاش تستعملوا هاد الوصفة على ما نخلط هاد المكونات هادو غادي نقول لكم طريقة كيفاش طريقة كنخلطو هاد المكونات هادو من بعد كنخلوهم ساعتين كيتخمرو ومن بعد ساعتين عاد كنطبقوها على شعر نظيف يعني يكون الشعر ديالنا نقي ما يكون شموسخ نكونوا غاسلين شعرنا بثلت يام بيومين عاد نديرو هاد الوصفة هاد يكون شعرنا نقي ونديرو الوصفة ديالنا ونخلوها اربعة حتى الخمسة الساعات شحال ما قد دينا نخلوها نخلوها ومن اللي نغسلوها لبنات غسلوها غيب الماء غسلو الشعر ديالكم غيب الماء صافي والغد ليه عاودوا الوصفة عاودوا الوصفة الغد ليه وديروها وعاد غسلو بشومبوان إلا درتوا تبعتوا نفس طريقتي واللهي تا غتنجح معاكم البنات بالصيدق غادي تنجح معاكم صافي وغادي نضيف المحلول ديالي من بعد ما خلط النواشف وغادي نخلط هاد شي جيدا كيف كتشوفوا معايا هاد البول الجاني صغير المهم نشوف ما خلطوا في بول كبير باش هكا تاخذوا راحتكم شوفوا اللون كيف شبدا كيطلع من يبدس كتتخلط شوفوا هاد ينبقى نخلط هكا تدريجيا ونبقى نضيف ذاك اللماء هادك الخلاصة ديال الكاركادي والاعشاب غادي نضيفها مازال غادي نضيف حتى نحصل على خليط اللي هو كريمي بطبيعة الحال مازال غادي نضيف لأنه بقى تقيلة كيف كتشوفوا معايا شوفوا على الويين البنات كيعطي الكاركادي شوفوا شوفوا من يبدس كتتخلط مع بعضيات شوفوا لون كتعطي لون خاطير بالاضافة بزاف ديال المزايا ديال تقوية الشعر تطويل الشعر تكتيف الشعر التخلص من القشرة الشعر يعني بمجموعة مجموعة من الفوائد في هاد الوصفة هاد الوصفات الطبيعية البنات ديرهم في حال الروتين خصوصا السباغة السباغة الطبيعية الى منفعتك ما غاديش تدرك يعني غا تنفعك مية في المية في الشعر ديالك اما السباغة الكيموية البنات رفع عندها بزاف ديال مخاطر على الصحة ديالنا قرأوا على السباغة وغادي تعرفوني على يش كنهدر شوفوا هنايا كنخلط هاد المكونات وغادي نضيفه لبنات واحد المكون اللي غادي يتبت ليه اللون غايتبت اللون ديالنا بطبيعة الحال وغادي تنجح معانا الوصفة غادي نضيفه خل التفاح او اي خل متوفر عندنا غادي نضيفه ملعقتين من الخل صافي وغا نخلطوا المكونات هادو جيدا وغادي نخلط هاد المكونات هادو وغادي نخليهم ساعتين يتخمروا ضروري ساعتين كيف شرحت لكم هنخليهم ساعتين يتخمروا ومن بعد كنطبقوهم على الشعر ديالنا من بعد خمس او ست ساعات كنغسلوا الشعر ديالنا غيب الماء والغد لي كنديروا نفس هادو الوصفة هادي كنديروا نفس هادو الوصفة ونخليها في شعرنا يعني اليوم كامل ومن بعد كنغسلوا شعرنا بشومبوان وكل اسبوع ديروا هادو الوصفة وغا تبقى الشعر ديالكم ملون ما غاديش يطلع عليكم الشيب لان كل اسبوع كتديروا الوصفة الشيب كيتغطى لكم ان شاء الله المهم اذا وصلتوا حتى الهنا ما تنسوش تديروا لايك وتبارتاجيوا الفيديو مع الاهل والاحباب شكرا لكم واسلام عليكم شوفكم الفيديو الجاي